أكبر غلطة بنقع فيها وإحنا بنمر بمشكلة كبيرة إن إحنا بنركز على آخر جزء في المشكلة بننسى نجيب الموضوع من بدايته من أوله كده عشان نحاول نفهم هو ليه حصل كل ده أصلي؟ طب حصل إزاي؟ طب إيه بدايله؟ وده اللي لاحظته في قصتك يا فرحة تصرعك أنت وأهلك كل اللي وصلتوا ليه ده بسبب التصرع اللي حصل النهاردة ده كل اللي حصل لك حصل لما عملت إيه؟ وفقتي تتجوزي واحد أكبر منك في عشرين سنة وده فرق سهل؟ ينجح أي جواز؟ أو يخليه يستمر؟ طب إزاي؟ ما عرفتش منك بقى هل فيه فرق كمان في المستوى الاجتماعي أو في الشهادة أو في مستوى التعليم؟ ما قلتيش وفقته إن كل حاجة تحصل بسرعة خطوبة، كتب كتاب، يلا نتجوز في ثلاث شهور كي حاجة سمع كده؟ لو حد جاي ياخد منك فلوس سلف هتسألي عليه ألف مرة عشان تعرفي تبقي ضمنة أن فلوسك هترجع أو عايز يستلف ليه؟ ما بالك بقى حد جاي ياخدك أنت أو الكلام لباباكي أو الممتك جاي ياخد بنتك حتن منك إزاي أهلك وفقه؟ كل حاجة تبقى بالسرعة دي من غير ما يسأله مرة واثنين وثلاثة لحد ما تطمنه؟ ترجمة نانسي قنقر